بسم الله الرحمن الرحيم لقد اعترض بعض الناس على حديث الأكل باليمين وعلى ما جاء فيه وقالوا كيف يأكل الشيطان بشماله ويشرب بشماله وأي شمال له الجواب على ذلك أيها الأعزاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ولقد فسر العلماء هذا فقالوا إن الشيطان يأكل بشماله أي يحمل أولياءه من الإنس على ذلك وهذا معنى لا تأكلوا بالشماله فإن فعلتم كنتم من أولياء الشيطان فإن الشيطان يحمل أولياءه على ذلك كما ذكروا أن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه وهذا عبارة عن تناوله للطعام ورفع البركة منه وبعضهم قال إن الشيطان يأكل بشماله أي من فعل ذلك تشبه بشيطان وقال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهة ذلك بالشمال أيها الإخوة الأخوات من الناس من زعم أن الأكل باليمين وأن الشرب باليمين هي عادات تختلف فيها الشعوب والأقوام ولا صلة للدين بها وقالوا الدين لا يعنيه أن نأكل باليمين أو أن نأكل بالشمال وحقيقة هذا الكلام ليس بصحيح وخاصة في هذه القضية لأن العلماء صرحوا بإثم من أكل بشماله وقالوا إن كل فعل ينسب إلى الشيطان حرام فإن الشيطان يأكل بشماله حديث رواه مسلم هذا النهي عن الأكل بالشمال هو من باب آداب الأكل التي تميز المسلمين عن غيرهم والعلماء قالوا لا يجوز الأكل والشرب باليد اليسرى إلا لمن كانت بيده اليمين علّة مانع من استعمالها فهو معذور وقد حمل العلماء الأمر في الحديث كل بيمينك حمل العلماء الأمر في الحديث على الوجوب ويدل أيضا على هذا الوجوب ورود الوعيد والزجر في الأكل بالشمال إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت فما رفعها إلى فيه هذا حديث رواه مسلم يعني دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده وما منعه من ذلك إلا الكبر وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم أنهي عن الأكل بالشمال أنه من عمر الشيطان وجاء في رواية من أكل بشماله أكل معه الشيطان حديث رواه مسلم وقد جعل الله تعالى في اليمين الكمال والتمام جعل اليمين للأكل والشرب والوضوء والسلام والمصافحة كما جعل في الشمال الضعف والنقص جعلها للاستنجاء والاستنثار وجعل طريق الجنة ذات اليمين وأهل الجنة أصحاب اليمين وطريق النار ذات الشمال وأهل النار أصحاب الشمال إذن أيها الأعزاء كما نرى في مسألة الأكل والشرب باليمين فيها الأمر والزجر والتشديد ومن مقاصد الدين في ذلك هو إقامة آداب مشتركة تميز الأمة المسلمة عن غيرها وتجسد وحدتها العملية في تقاليد وأعمال يومية متكررة وهكذا كانت فكرة تثبيت التيامن في كل الأمور التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم ومارسها بالفعل فقد كان يحب صلى الله عليه وسلم التيامن في كل شيء في تنعله أي في لبس نعله وفي ترجله أي في تسريح شعره وفي شأنه كله كما جاء الحديث في البخاري وفي مسلم إذن أيها الأعزاء هذا الحديث إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى شدة المحافظة على التيامن أو التيامن وهكذا يتبين لنا أن الأكل وأن الشرب باليمين وتشريع واضح وسنة مؤكدة وليست عادات أو تقاليد كما ذهب إلى ذلك البعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته